اهلا بكم معاكم ماريان عياد من قناة باحث علم متميز النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي اكتب الاطار النظري في الفيديو السابق كنا شرحنا ايه هو اصلا الاطار النظري وليه بكتب اطار نظري ايه يعني الهدف من ان انا بكتب اطار نظري في الرسائل الماجستري والدكتوراه بتاعتنا وامتى بكتب الاطار النظري وقلنا شوية وصايا كده اخد بالي منها اثناء كتابة الاطار النظري اما النهاردة بقى فهنتعلم مع بعض خطوات عملية لكتابة الاطار النظري يعني حضرتك النهاردة قررت تكتب تبدأ في كتابة الاطار النظري ايه الخطوات المفروضة عملها امتق مع بعض خمس خطوات الخطوة الاولينية سريعا كده تكتب لي العنوان بتاع حضرتك وتكتبه وتكتب العناصر اللي انت هتتناولها جوه هذا الاطار النظري قدامك الزقها بقى على الحيطة الزقها على المكتب المهم لازم تكون واضحة قدامك وهقولك دلوقتي ليه لازم تعمل الخطوة دي احيانا لما بمسك مرجع كده واجه اقرأ واستغرج في قرأت وقوي ويتعجبني فقرات يعجبني خالص اروح واخداها طب الفقرات دي ملهاش علاقة بالعنوان بس هي عجبتك بس هي ملهاش علاقة بالعنوان لا اللي هيحكمني في الموضوع ده ان انا حط العنوان والعناصر قدامي عشان ما ممسكش مرجع مرجع واجه بقى حتة من الشرق وحتة من الغرب ولا في الاخر المحتوى اللي انا كده مش متناسب وملوش علاقة اصلا بهدفي ملوش علاقة بالعنوان تمامك كده بحط عنوانك والعناصر الخاصة بفصل الاطار النظري فين قدامك وطبعا المرة اللي فاتت شرحنا ان العناصر دي اللي هي النقاط بتاعتي اللي انا حطتها زي مثلا اهمية المتغير بتاع حضرتك مثلا علاقة المتغير ده بمتغيرات اخرى اثار المتغير ده او اسبابه او مثلا علاجه لو هي ظاهرة مشكلة يعني فابدأ احط عناصر دي اللي انا هاخدها واكتب فيها الاطار النظري اروح موريها للمشرف قبل ما ابدأ في كتابتها علشان ما عودش اكتب وفراخلوا لي لا 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 ايه الحاجات دي اللي انت كتبها من البداية خمس ستة عناصر كده ولا تمانية ولا عشرة بوريهم لمين للمشرف تمام خطوة تانية الفيديو السابق برضو قلنا ان حضرتك لابد ان انت بتجمع دراسات سابقة على قد ما تقدر فالدراسات دي موجودة قريدي على الجهاز بتاعت وانت عاملها في فولدرات منظمة كده المتغير الاول ومسمي باسمه وافتح المتغير دا لقيت جوا الفايلات بقى الابحث والكتب ورسائل الماجستر وكل المراجع اللي انت وصلت لها وهكذا في المتغير التاني تمام طيب ببدأ بقى امسك مرجع مرجع وعمل فيه حاجة اسمها اراية اراية بقى مش اراية بقى هنقعد بقى نقعد شهر في المرجع ولا نقعد ايام لا المرجع الواحد امسكه كده ما ياخدش في ايدي نص ساعة ليه ما ياخدش في ايدي نص ساعة ليه انا هقرأ اراية فهم هفهم هو بيتكلم عني طبعا في البداية لازم هقرأ الملخص ده مفروغ منه سواء عربي او انجليش هشوف الملخص هدفه ايه النتائج اللي توصل لها العينة اللي طبق عليها خلاص وبصي كده على بقية المرجع بتاعي البحث بتاعي ده تناول ايه مثلا نظرية ايه تعريفات بتاعته وهكذا خلاص اراية الفهم خلصت ابدأ في الاقتباس عجبتني فكرة خدها وشكرا عجبتني فكرتين تمام اقصى حاجة خدها من المرجع ثلاث فكرات عشان في ناس يعني لسه حضرة منقشها من قريب خالص المناقش بينقض البحثة بيقول لها انت نقلة من مرجع واحد في صفحة ستاشر وصفحة ثمنتاشر وصفحة واحد وعشرين وصفحة ايه ده لا احنا ما بناخدش من مرجع واحد حاجات كتير قوي كده خالص ولو هاخد لو هاخد مثلا فكرتين تلاتة بحد اقصى اوزعهم بقى في الاطار النظر ما يكونوا شورة بعض كده لازقين ما بينهم وبين التانية ورقة كده لا اوزعهم حاجة احطها في فصل مثلا الخامس في فصل تفسير النتائج فكرتين كده بعد عن بعض في الاطار النظر لكن ما باخدش من مرجع واحد حاجات كتير تمام فالمرجع مش عايزك تطول فيه هو نص ساعة واخش على اللي وراه تمام خطوة الثالثة انا قريت المرجع وعجبتني فقرة عجبتني فكرتين اعمل ايه بقى؟ معاك ورق معاك كشكول فيه ناس بتحب الكروت يبقى معهم كروت ماشي اي انكات الوسيلة اللي حضرتك هتستخدمها فبتعمل حاجة اسمها بتنير الفقرة بحاجة اسمها اعادة صياغة بعيد صياغتها بعيد صياغتها باسلوبي باسلوب الخاص من غير محذف كلمة مهمة من غير مضيف كلمة هو مش كاتبها خلاص كده من غير محذف ومن غير مضيف من عندي حاجة جوهرية هو مش كاتبها ولكن اكتب باسلوبي الخاص وقبل كده في فيديو شرحنا ازاي بنعمل اعادة الصياغة بالتفصيل بعد ما بعمل حاجة اسمها اعادة الصياغة بوسق الفقرة دي سواء بقى حضرتك الفقرة دي لو انت هتخدها نصا كده مش عايز تعيد صياغتها هو تعريف هتحطه ما بين علامتين تنصيص فتنقله زي ما هو او بتكتب باسلوبك فدي بقى تاخد بالك منها ان انت ما تقلفش كلام الشخص ما قالوش وما تحذفش حاجة جوهرية في اللي هو قاله لكن اعيد الصياغة اعيد الصياغة باسلوبي انا وبوسق الكلام دي تحط فين في الورقة بتاعك في الكشكول اللي انا عامله للقطار النظري او الكروت اللي انا عاملاها بعيد صياغة وبعمل ايه بعمل توصيق دقيق طيب خطوة اللي بعد كده خطوة دي مهمة خالص هي خطوة ان انا بقى بدأ اكتب على جهاز اللابتوب او الجمبيوتر بتاعي بكتب كل فقرة بمسك بقى كل فقرة من اللي انا كتبته في الكشكول ده او اللي انا كتبه في الكروت وبنقلها في تحت العنصر المناسب بحطها تحت ايه العنصر المناسب مع مراعات بقى اركز كده معايا في الحتة دي مع مراعات استخدام كلمات الربط بربط بقى ما بين الفقرات وبعض في ناس بتاخد بقى من الكشكول بتاعها ده او من الورق وتنقل وتحطه 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 وفي الاخر تيجي تقرأ بقى تحس ان كلام مقصوص وملزوق مقصوص وملزوق طب فين كلمات الربط يعني مثلا عرف فلان كزا الفقرة الوراها لايه بيقول عرف فلان التاني بقى كزا والفقرة تعرف فلان طب فين الكلمات الربط على وريد كلمات الربط في سرعة كده لو انت مثلا هتكتب تعريفات طول فقدت عددت التعريفات فذكر فلان كزا واشار فلان ها كزا بينما يرى فلان كزا ووضح شايف كان ديك اسمه كلمات ربط تمام كده ويرى الباحث ان هذا التعريف له وفائدته وابدأ بقى هبضيف بقى حتة من عندي ويعرف الباحث كزا انت بقى لازم تحط الجزء بتاعك انت تعريفك انت ومفهومك انت كلمات ربط تانية هاي وباستقراء ما سبقه يمكن القولة بأن وفي ضوء ما سبقه كزا كزا ومن جانب آخر دي بداية فقرات ها دي اللي بتربط للفقرة بالفقرة اللي قابليها ومن جانب آخر النقطة اللي بعد وتقدر الإشارة بإله ويمكن تفسيرها زلك في ضوء معاشرة إليه فلان مثلا وباستقراء وتحليل نتائج تلك الدرسات يلاحظ انها أكدت على كزا 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 فهم كلمات بربط بيها الفقرات ببعض بلضمها ببعض كده عشان في الآخر ألاقي محتوى مترابط مفهوم يليق برسالة ماجستير أو دكتوراه تمام شوية ملاحظات كده هنختم بيهم جمعهم لك من ملاحظات المناقشين في منقشات كتيرة أحب أحضر مناقشات تعلم قوي من هوايات المفضلة أحضر مناقشات وأكتب كلمة كلمة نقد للقطار النظري أو لأي حاجة فجمعت لك كده شوية حاجات لاحظت إن المناقشين يمتدحوا الشخص اللي جاي بدراسات أجنبية كتير وحديثة لكن أستسهل كده وأجيب مراجع عربي كده كلها عربي لا طبعا لازم أتناول الفكر الآخر وترجمه طبعا ترجمة دقيقة قبل كده شرحنا في فيديوهات في طرق للترجمة بسيطة وسهلة ويتكون الدراسات بتاعت حضرتك حديثة إحنا خلاص بينا في 2022 يعني حضرتك لما تفتح لما تيجي تكتب ترجمه النظري يكون في خلال العشر سنين اللي فاتت بس ما تجيب ليش بقى الدراسات من 2000 حتى واحد لا خلاص إنت تبدأ من 2010 وتبدأ تكتب لكن خلاص الدراسات بتاعت حضرتك تكون حديثة تمام كده؟ طيب فكرة النقطة التانية ابعد عن الفكرات الضخمة لسه كنت حضرة منقشة الباحثة كتبة فقرة المناقش بيقولها الفقرة 26 سطر والفقرة اللي بعدها 18 سطر إيه يا جماعة؟ احنا منكيبش فقرات كده الفقرة كبيرة فعلا أنا ما اعمل فقرة بتبقى 5-6 أسطر لما تفتح عشان كده احنا منطلع على رسالة المجسر والدكتوراه منطلع عليها ليه؟ عشان نعرف هما بيكتبوا إزاي بيكتبوا الفقرة ما تزدش عن 5 سطور 6 لكن هكتب على 15-24 لا هو مش كتاب احنا ما بكتبش كتاب اللي بيكتب كتاب هو اللي بيعمل كده بيكتب صفحة 2-3 ببينسى نفسه لكن البحث العلمي مقيد بمجموعة من القواعد العلمية في الكتاب تمام النقطة الثالثة اكتب تعليقك دايما في نهاية كل عنصر أو ما بين الفقرات الموضوع ده مهم جدا أنا بعد ما باقتبس من هنا ومن هنا وبحطه بحط لازم حضرتك بقى رأي حضرتك تحطه ما بين الفقرات تحطه في نهاية العنصر اللي انت خلصتو ده المهم لازم ألاقي حضرتك كاتب فين إضافة العلم يبقى إيه فايدة الأطار النظري ده فايدته إن أنا بحط الآخرين وصلوا لإيه وبضيف أنا لأنه هو ده العلم العلم هو بناء باخد طوبة من فلان وطوبة من فلان وأنا أضيف أنا كمان طوبة بهذا البناء عشان في ناس فاكرة إن أنا لسه طالب ماجستير ماينفعش أكتب لا طالب ماجستير طالب دكتورة تكتب رأيك ووجهة نظرك العلمية بأسلوبك العلمي بناء على قراءاتك وما أنا كنت بقرأ ليه كل المراجع دي علشان في النهاية أهضم الموضوع قوي وأعرف أكتب فيه محدش بيعرف يكتب على فكرة غير لما يكون هضم الموضوع أرى كويس فيه تمام طيب أحط على طول تعليقي ورأيي وتحليلي للي إيه للمكتوب طيب نقطة اللي بعد كده لا تسرد الدراسات بصورة مملة وأنا قلت لك من شوية إنك ماينفعش تحط دراسة وراها دراسة وراها دراسة وراها دراسة من غير ما تربطها لي من غير ما تحليلي الدراسات دي ومن ضمن الحاجات المميزات بقى اللي ممكن تعملها إن أنت تشوف دراسات معينة توصلت لنتائج واحدة أو اتفقت على نقطة واحدة وتحطها ورا بعد طول واتفقت الدراسات على كذا كذا ماشي؟ وتحط لي بقى ما بينك وصين اللي إيه الدراسات دي ورا بعد ورا بعد ورا بعد مش تسردها واحدة وراها التانية وراها التالتة وراها الرابعة كده ملل لكن بجمع الدراسات المتفقة على نقطة واحدة وحطها في فقرة واجمع الدراسات المتفقة في نقطة واحدة وحطها برضو في الفقرة اللي بعد دي كده خمسة صحف الخمسة دي هتعيجبك خالص أكد من كتابة التوسيق بصورة سليمة واحد ما يعرفش أي حاجة خالص في التوسيق خلاص كده؟ طير قدامه المرجع خد منه فقرة تمام؟ كده عايزي يوصق مش عارف يعمل ايه؟ بص يا سيدي طريقة صحرية كده هتفتح جوجل اهو هتكتب عنوان الحاجة المرجع اللي انت وصلت له ده هتكتبه في ايه؟ في ايه؟ ثانية واحدة بعد ما تخش على جوجل سوري هتكتب الباحث العلمي فهتخش ايه؟ في الباحث العلمي هتجيلك الصفحة دي يبقى أول حاجة انا كتبت دخلت على جوجل بعدين كتبت الباحث العلمي ظهرت لي الصفحة دي هكتب في الصندوق المستطيل ده اللي عنوان المرجع بتاع حضرتك سأيا كان بقى بحث كتاب اي حاجة هتروح هتطه هنا خلاص كده؟ فهتجيلك المرجع ده من غير ما تفتحه اهو نفترض ان هو اول واحد ده من غير ما تفتحه شايف العلامة كلمة اقتباس دي اللي انا عمل لك عليها سهم جنبيها علامتين صغيرين زي الكومة كده صغيرين هتضغط عليها ضغطة بسيطة كده هتلاقي على طول زهرت لك المنظر ده المنظر ده ما هو الا توسيق ممتاز مضبوط ما فيوش خطأ ربع خطأ حتى فهاخده على طول كده زلله زي ما نعمل لك كده من زللالك وهتاخده كوبيبست وتحطه في في قيمة المراجع بتاعت حضرتك بس خلاص كده الموضوع انتهى اقول تاني هفتح جوجل وراها الباحث العلمي هكتب جوه الباحث العلمي العنوان بتاعي حتى لو كتبت نص العنوان هيظهر لك برده هيظهر لك اول ما تشوفه كده تروح باس على اقتباس على طول اخد التوسيق بتاعك شوف انت بتتبع عني توسيق من التلاتة دول تمام كده حقم ستة حقم ستة دي قلناها بليه كده خلاص ما ناخدش من مرجع واحد اكتر من ثلاث فقرات ثلاث فقرات كده كمان كتير خلاص تمام ما باخدش فقرات كتير من مرجع واحد لازم يكون فيه تنوع طيب تبع حاجة من فضلك من فضلك كتابتك العلمية اكتبها في فقرة مستقلة اقولها تاني من فضلك كتابتك العلمية يعني الفقرة بتاعتك انت اللي جايبها من ذهنك صافي كده خليها فقرة منفصلة علشان لما احيانا فيه ناس بتسيح رأيه مع رأي الشخص اللي هو مطبس منه فالقارئ بقى اللي يجي وبقى بعد ما حاضرتك خلصت رسالتك مش عارف الحتة دي تبع البحث ولا تبع المرجع اللي متوسك في الاخر كده لا في بتحصل تشويه بقى للحقائق رأيك تخليه فقرة منفصلة خلي بالك ان ده الخطأ دوت بيقع تحت السرقة العلمية ماهي السرقة العلمية مش بس ان انا اخد حاجات للغير وانسيبها لنفسي وما وسقاش لا السرقة العلمية ان انا اضف له حاجات هو مالهاش دي برضو تعتبر سرقة علمية لانك شوهت الحقائق نسبت له كلام هو ما قالوش ولا كتبه ولا يعرفه حتى تمام فرأيك الجميل العلمي ده تحطه فقرة مستقلة ما يكونش فيها اقتباسات تمام ثانية ارجع دايما للمصدر الاولي كل ما ترجع للمصدر الاولي كل ما ده شيء يخلي رسالتك قوية تخلي رسالتك معلومات اللي فيها مؤكدة يعني افتح بحس خلاص كده لقيت كلام الشخص ده من غير توسيق هو ده اللي انا اخده خلاص كده فتحت بحس بحس الواحد مثلا اسمه احمد علي خلاص كده فتحت البحس بتاعه الفقرة اللي مش اللي في القطور النظر اللي مش عليها اي توسيق تيب هيا دي الفقرة بتاعته هيا دي اللي اخدها منه تمام كده حلو طيب هو بقى في فقرة تانية هو اخدها من حد تاني خلاص هو نفسه مقتبسة من حد تاني عجبتك ممناسبة جدا لموضوعك وبتخدمه هعمل اي بقى اكتبها في ورقة ويجري بقى على المرجع من قائمة المرجع بتاعت هذا من مرجع احمد علي ده وشوف الجزء اللي انت عجبك ده وخد المرجع بتاعه وابحس عن المرجع من اول وجديد ودور على الفقرة اللي هي عجبك واتأكد ان هي مكتوبة صح اتأكد ان احمد علي ده نعيلها مظبوط او مقتبسها صح لان صدقوني صدقوني في ناس كتير بتكتب حاجات وتنسبها الاشخاص وهما ما كتبوش ده ما كتبوش اصلا فانا الاحسن حاجة اللي تخليني اكون امين كده ان انا المرجع اروح للمصدر الاولي المرجع الشخص اللي كتب كده واتأكد من كتابته تمام اتمنى يكون قدرت اوصل لك المعلومة دي اخر حاجة هننهي بيها والنقطة دي دايما المناقشين يمتدحوا لشخص اللي بيعمل كده ركز فيها نقطة مهمة اقتبس اقتبس من مين من ابحاث علمية من كتب تمام من كتب علمية طبعا من مواقع الالكترونية موصوق فيها زي دار المنظومة وزي كل المواقع اللي احنا قلناها بلي كده وشرحناها لكن تجنب الاقتباس من رسائل المجستر والدكتوراه ده شيء غير محبب خالص بالنسبة لكتبتنا العلمية وبالنسبة للمناقشين على طول ينقضوا الشخص اللي ياخد انت دلوقتي بتكتب رسالة ماجستير ما تاخدش من واحد بيكتب رسالة ماجستير زيك ازاي يعني تاخد منه ولا حتى من رسالة دكتوراه اما ليه اخد من ابحاث علمية ابحاث علمية منشورة في مجلات من كتب من كتب علمية خلاص كده من مواقع الالكترونية موصوق فيها لكن مقتبس من رسالة ماجستير والدكتوراه رسالة ماجستير والدكتوراه بالنسبة لي هي عاملة زي المرشد تماشيني وتوجهني تقول لي احنا بنعمل كذا وبنكتب في الاول ايه وبنكتب في النص ايه والفصول شكلها ايه والحجم الرسالة قد ايه والتنسيك والتوسيك وكده بتبقى زي المرشد اللي بيساعدك لكن مااخدش منها حاجة مااخدش منها حاجة خالص ممكن ترشدني للمراجع اخرى اجري ابحث فيها لكن مااخدش من صاحب الماجستير والدكتوراه اي معلومة يفضل طبعا لو خدت فقرة مفيش مشكلة لكن يفضل على قد ما تقدر تبعد عن رسالة الماجستير والدكتوراه اسناء الاقتباس تمام كده انا كده خلصت كل اللي عندي واتمنى اتمنى من كل قلبي اكون قدرت اوصل لكم ازاي تكتبوا اطار نظري اه رائع بصورة عملية واتمنى لكم كل اتحفي وشكرا